الآن يعني إيه تطبيقات خبيثة؟ فهمنا هي إيه بذلك؟ التطبيقات الخبيثة هي أنواع كتيرة ولكن نقدر نختزلها في مسمى واحد هي بتقوم بأعمال ضرة للجهاز اللي نزلت عليه من خلال بقى استغلال بيانات الشخص اللي موجود على الجهاز أو من استغلال لطريقة سلوكه على الإنترنت أو استغلال جهازه نفسه كجهاز في أنه يقوم بعمليات ومعادلات رياضية وحسابية لصالح طرف آخر يعني بتعمل أغراض بتضر بالجهاز أو بصحب الجهاز دي البرامج الخبيثة وفي منها بيبقى حاجات ظهرة وفي حاجات بتبقى بتنتحل صفة حاجات معروفة وفي حاجات ما بتبقاش ظهرة يعني برامج التجسس في منها حاجات كتيرة جدا 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 ما بتبقاش ظهرة ما تبنش عندك على ترفون أنها تجسس وفي برامج بتبقى خبيثة بتنتحل صفة بس مين نفهم دي مين بيتجسس على مين؟ لأ ما هو دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده تقريبا يعني كله بتجسس على بعضه ودي بترجع برضو لضعف وقلت خبرة المستخدم في انه يحمي نفسه لكن فيه الأخطر بقى من وجهة نظري لان انا النهاردة لو عارف ازاي اقام من تليفوني او ما بديش تليفوني لحد او ما بتعملش مع حاجات غريبة بتجيلي فيه برامج بقى وديه الأخطر واكثر شراسة اللي هي بتنتحل صفة برامج حقيقية يعني مثلا على سبيل مثال برنامج اكس بيقوم بوظيفة ما لأي شركة خدمات تحويلات اي حيا كان يقدر بعض الاشخاص ودي حصلت بالفعل انه يعمل تطبيق اخر مماثل بنفس الاسم بنفس الصورة بنفس الالية ويحطه على منصة جوجل وينتحل فيه صفة فحرك وانت بتعملي بحث ما بتخديش بالك وتنزل التطبيق المزيف ومجرد ما بتحط عليه الاسم وكلمة السر بتوعك بيتبعته للشخص اللي عمل التطبيق فيقدر هو يخش على التطبيق الحقيقي ويستغل بياناتك دي طريقة فيه طريقة تانية من البرامج ودي بتبقى ما بتنتحلش صفة حد ومش مستخبية ولكن بتؤدي لأضرار نفسية او جسدية اللي هي زي التطبيقات اللي هي اللي هي فات بقى والحاجات اللي اللي احنا بنسمع عنها والغرب في المغلطة هي مش درداشة هي بتبقى ده المعلن بس المضمون مختلف عارفة زمان حضرتك في الافراح الشعبية كان فيه حاجة اسمها نقطة ايوه وبيطلعوا ينقطوا العروسة والعريس والكلام ده فيه تطبيقات بتعتمد على فكرة النقطة اللي هو حركة طلعة تتكلمي لايف والناس المشاهدين والمتابعين يرموا عليك نقطة على شكل اللايك واللاف يعني مما اجعملك لايك فدي بمسلا بخمسة اكس خمسة اكس دي انا بجيبها منين بشحن كارت من التطبيق الكارت ده بيديني متين واحدة كارت هشحنه مثلا ب10 لار هيديني متين واحدة اللايك بخمس وحدات اللاف بعشرين واحدة دي فلوس ففي الاخر الشخص اللي طالع لايف ده بياخد نسبة من الفلوس اللي جاتله والمنصة بتاخد نسبة والكروت اللي انا دفعت فلوسها او الشحن اللي شحنته ده لصالح ناس يعني فيها فلوس يعني معناها انه ما تشوف حد بيرغي ويلد كتير او دعم ما يطول عشان يعمل نقطة كتير يا فاندم زي ما بتلاقي حاجات كتيرة جدا لرجالة برضو والستات وممكن يبقى طالعا ما بيتكلمش وبيقول اي كلام في اي كلام عشان يمد في وقت اللايب عشان الناس توقع بتعملوا لايك ودي تطبيقات موجودة على منصات كتيرة جدا بوجو وموجو وحاجات بقى وفيه ولاد صغيرين بيدخلوا عليها احيانا مهو فيه ناس بقى بتعمل كده ليه وبيبقى فيه مشاهد باحية جدا والفاصل باحية جدا حضرتك فيه نقطة انا ما كملتهاش حضرتك النهاردة لما بتكون وعلى فكرة ده لا يقتصر على السيدات سيدات ورجال وأطفال لان كل حاجة ليها متطلباتها يعني حضرتك النهاردة اللي بتلع يعمل الكلام ده بيخشله حد على الخاص يقول له انا عايزك برايفت وهدفع لك مبلغ كذا فيتدي يخش معاه في غرفة مغلقة اونلاين ويبقى منه ليه مش قاعد بيتكلم اصد الناس كلها مقابل مبلغ مالي يعني هي بالبلدي كده نوع من انواع الاعمال المنافية للأداب بشكل الالكتروني دي بقى فيها اطفال وفيها رجال وفيها سيدات فيها كل الانواع ما فيه فلوس بتتدفع بخلاف كمان الالعاب الانلاين بقت فيها مشاكل تانية جديرة في حد ممكن ينجروا من الولاد الصغيرين ورجلية تزحلق في المشوار ده هو مش واخد باله ما هو مش فاهم ما احنا حضرتك الطفل او الطفلة مش فاهم والفلوس جياله واحدة واحدة بيتم سدراج الناس دي لا انا اقصد من المشاهد او مطلقي لدخل حمل الابليكيشن لا اما حريكم هالابليكيشن دي عليه كده وعلي كده ما هو ما بيقولش انا كده ايو ولكن حد بيستدعيك لدداشة بص حضريك هو بيعمل اعمال غير مشروعة بخلال فاترينة مشروعة كأنه بيخطف ابني ايو بيخدني في مكان بأي احنا بنحط السمة في العسر ما هدي التطبيقات حريك اللي فيها الفلوس اما اللي الناس بتطلع تسكت ويدور وشه وما يعملش حاجة وقاعد بس بيعمل اي حاجة عشان يطول في الوقت والناس تعملوا لايكات وانا ما فهمتش حاجة في الناس ومسابقات بقى ومنافسات انا هجيب اكتر منك وتهجيب اكتر مني وناس تفتعل في اللايفات دي خناقات انا اتخنقت مع خطبتي وخطبتي اتخنقت معايا عشان اعمل لايف وهي تعمل لايف وده بالاتفاق وانا هتكلم وانا هتتكلم وهي جيلها يعني يعني تقول نصيحة ايه مباشرة للام النهاردة التطبيقات دي التطبيقات دي غالب ايتها بتعتمد على حاجات ما هياش مفيدة ولذلك انا دايما يعني في كل الاماكن اللي بتوجد فيها بقول لازم يبقى عندنا فيه كود او مبادئ اخلاقية تنظم عملية ظهور مستخدمين السوشيال ميديا على السوشيال ميديا مش اي حد يطلع يقول اي كلام مين اللي هينظم المبادئ دي الام لا مش الاسرة بس الاسرة والقوانين والتشريعات فيه قليات موجودة وفيه قوانين قانون 155 بين سنة 2018 بينظم حاجات بس مش داخل في الجزء ده قوي ففيه حاجة اسمها تبقى ادبيات التعامل معه مواقع التواصل الاجتماعي وتبقى تتقال بقى للطلباء وتتقلل في المدارس وتتقال في الميديا وتتقال في الصحف واللي يخالف الكلام ده يقع حضرتك النهاردة كمزيعة او اعلامية او كصحفي مش عندك كود اخلاقي للتعامل مع الحاجات دي طبعا طبعا ليه ما يبقاش في حاجة زي كده للسوشال ميديا في عصر فوضى التطبيقات وفوضى السوشال ميديا في حالة سيولة الحقيقة حصلة دلوقتي ولسه بلهاس قطر لا مش هي حالة مهزلة قوانين ولا موجودة بس ما بتتطبقش يعني عندنا قوانين لا في قوانين بس دي لي الجرائم لكن انا بتتكلم في كود اخلاقي بالزبط في مبادئ في قيم ما بقادش موجودة بس عندنا مباحث الانترنت اللي بتحسب على درائم الالكترولية يا فاندي مدلاء وجريمة لكن حرقه اللي طالع ده بيتكلم في خصوصياته وطالع بيتكلم في حاجات واو المشوار للمشعالي خيو واو المشعالي خيو لا وإحنا لما بروح لازم يكون حصل جريم في حاجات محتاجة يعني يعني يعاد التكنولوجيا بقت سريعة والاليات بقت كتير جديدة يعني كل شو بيحصل تحديث فلازم احنا كمان نطور